الله يسعد أوقاتكم بما أنه كلاتنا بنحب السمك ونحاول أنه نبتعد عن الزيوت والمقالة والإشرة المضرة فحبت أشارك معكم وصفتي بالسمك المشوي بالفرن الصحي والمنفيد من غير الزيوت ومن غير إضافاته كمان مع الرز والخضروات يعني صحية يلا تعالوا شوفوا الطريقة معي ما تنسوا الاشتراك واللايك وإذا أول مرة بتشوفوني أنا عام خالد أكيد رح تحبوني لو مصلني على سيدنا محمل عندي سمكتين حجم كبير للشاوي لازم يكون الحجم الكبير للشاوي لحتى يقدر يتحمل معنا شاوي ويكون كله لحم ما شاء الله أنا بعد ما نطفته من البرش وقطعت شوي من ديله قطعته هيك لحتى يستوي قلبه وتفوت الحشوي كمان اللي بنا نحشية والسلصة بقلبه لحتى تعت طعم قطيب غسلتني كتير منيح مع حبة ليمون هلأ نبلش بالسلصة اللي بنا ندهن فيها السمك ملاح فلفل أسود وبابريكا معلقة صغيرة من توم المهروس بهارات السمك وعصير ليمون وربع كوب زيت نباتي رح أحطلكم المأدير بصندوق الوصف هلأ خلطتني كتير منيح مع بعض ساروا جاهزين ورح أدهن فيهم السمك حاول قدمى فينا إنه السمكة تتشرب السوس طبعا ندخلوه نشفتو هيك بالحزوز اللي أنا شقحتو فيا وأكيد رح أدهن كمان قلبه جهزت صنوية الفرن ومشعل الفرن على أعلى درجة لحتى يسخن بعدين بنخفف درجة الحرارة وهون عندي مفرمي بصل شرائح هيك مدورة وكمان فرمت بطاطا أكيد البطاطا مخصولة ونضيفة معلقة صغيرة سبع بهارات ومعلقة صغيرة كامون تقدروا كمان تزيدوا فلفل أسود حطت عليهم السمك شفتو رجعت حطت بقلبة من الصلصة احفظوها عنكم لرمضان كتير طيبة وبتشاهل قلب وسرعة التحضير والسمك حجمه كبير ما بيعزب بالأكل وحطت هيك شرائح ليمون وبصل بقلب السمكة وحوالان السمكة وشرائح بندورة لازم نغطيها كتير منيح لحتة ستوي ما نخلي إليها منفس أبدا داخلها الفرن قولي هلأ لازم حبيبي نجهز للرز حطت ربع كوب زيت نباتي وبصلي بصلي واحدة فرمت صغير وحطت معلقة واحدة ملح ورشة كمون ناعم ومعلقة صغيرة كركم ونص معلقة صغيرة بابريكا وقرنفلفل حار حسب الرغبة تمام وأنا حطيت ثلاثة أكواب روز كنت نعيته وغسليته كتير منيح ونعيته قبل بوقت وثلاثة أكواب روز حطيت لون ثلاثة كوب ونص تقريبا مي مغلية هون السمك بس استوى أعطيته وقته قريب الساعة تقريبا كانت أكيد الخضرة صارت مستوي والسمك مستوي حسب الفرن طبعاكو بتشيلوا السنتة من فوقه من وجه لحتى يتحمر الوج بتولعوا الشعالي أكد من فوق هلا أنا هون جهز أجهز للسلسل لحد السمك صصلت حيني حتت ربع كوب تحيني ورشة ملح ورشة كمون ورشة شطة ومعلقة صغيرة ثم مهروس واربع معالق عصير ليمون واربع معالق معلقة واحدة خل وربع كوب من الشبت أنا ما كان عندي شبت فحطيت بقدونس كتير بتعطي طعمي طيب شفتوا السمك بعد ما تحمر جهزته وصصلت حيني عفكرة بنصحكم تكرروا كتير تجربوا حد هاي الأكلة السمك كتير لذيذة كتير 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 هون الروز كمان ما شاء الله صار مستوي الروز بعد ما يغلي بنخفف تحته النار على الآخر صار هلأ وقت التقديم فردنا الروز وحطينا على السمكات المشوين اللي بيشحه القلب ما تنسوا تجربوها وتكتبولي رأيكم بالتعليقات وإذا أول مرة بتشوفوني أنا أم خالد أكد رح تحبوني وجهزوا هيك الليمون حد ده وتزينوها بالبقدونس كتير 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 لذيذة وشهية وصحية شو رأيكم فيها؟ أكيد أنا هون مجهزي حد التبولي ما تنسوا الخضرة وألف صحة وهنا وباي